هي بشارة وبشارة حلوة أعلنها وزير النفط إحسان عبدالجبار عندما قال أن سعر برميل النفط سيثبت بالموازنة يقصد القادمة 2022 60 دولار بعد أن أعلن قبلها مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء أنه تم اعتماد 50 دولار سعر البرميل بالموازنة وفعلا المفروض كلام السيد عبدالجبار المفروض يفرح كل أبناء الشعب العراقي لأنه بشارة ببحبوحة مالية معقولة بعد سنوات إجاف سببها انخفاض أسعار البترول تحديات المواجهات العسكرية كورونا تراكم الديون وأيضا الفساد وأمور أخرى كثيرة المهم أن أسعار البترول تحسنت ومن الطبيعي أن تتحسن موازنة الدولة لكن تصريح وزير النفط المتفائل ليس نهائيا نحن لا نعرف شيء عن تقلبات السوق النفطي سوى التوقع لما هو قادم والعلم عند الله بعدين وين هي الموارد المعززة للموازنة العامة؟ ماكو لازم ناخذ هاي النقطة بالحسبان زيان الموازنة نفسها وينها؟ هل كتبت؟ هل أعدت؟ هل أقرت؟ بالتأكيد لا لأن البرلمان لم يتشكل حتى الآن والحقيقة أنه الأولى والأجدى والأحرى أن يكون التصريح بخصوص إعداد الموازنة صادر عن وزارة المالية؟ صادر عن السيد وزير المالية لأنه الممثل الرسمي للجهة المسؤولة عن إعداد الموازنة؟ ولكنه لحد الآن ربما يفضل الصمت تاركاً المجال لتصريحات تطلق عن إعداد الموازنة من أشخاص ليسوا ذوي اختصاص وعلى كله فأن مقاربة برميل النفط بالسعر 85 دولار لا يعني مطلقاً أن العراق سيبيع النفط بهذا السعر ولا يعني أنه مقياس مطلق لحساب سعره أي النفط العراقي المصدر خلال عام ولا يعني أنه صافي موارد العراق من النفط إذا طرحنا مننا الالتزامات العامة بما فيها الديون ونفقات الإنتاج بما فيها حقوق شركات التراخيص وما نعرف أيضاً واقع العقود الآجلة والالتزامات خارج إطار أسعار السوق النفطي للبترول هذه العوامل كلها يجب أن تحسب حتى نعرف ما الذي ستعود علينا به زيادة أسعار البترول العالمية ونقول إن شاء الله خير